في اتصال بينهما بايدن يلوح برد حاسم على أي غزب روسي لأوكرانيا وبوتن يحذر من فرض العقوبات التحالف ينشر أدلة تثبت استخدام الحثيين مركزا جمهوركيا بالسوادية في البيضاء لإطلاق صواريخ باليستية الشرطة السودانية تفتح تحقيقا في الاعتداء على مكتب العربية والبرهان يرسل مفدا لتفقد المكتب أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن تقدم في الحوار مع روسيا لا يمكن أن يحدث إلا في ظل التهدئة وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي دام خمسين دقيقة البيت الأبيض أضاف بأن رئيس بايدن حث نظيره الروسي على خفض التصعيد في أوكرانيا وحذره من أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم على أي غزب لأوكرانيا الكريملين أوضح من جهته أن بوتين أبلغ بايدن أن روسيا تحتاج إلى رؤية نتائج وأن الرئيس الروسي حذر بايدن كذلك من أن فرض عقوبات جديدة على موسكو قد يضر بالعلاقات بين الجانبين وستكون خطأا كبيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال سفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في مقال بمجلة فورين بوليسي قال إن استمرار الغرب في نهجه لخلق التهديدات العسكرية لروسيا سيستدعي رد موسكو على هذه التهديدات وشدد على ضرورة أن لا يكون للغرب أي شكوك في عزب روسيا على حماية أمنها وأكد على أن بلاده ستخلق نقاط ضعف عسكرية وستراتيجية لمن يحاول صنع وضع مشابه لروسيا وأفاد السفير الروسي في واشنطن ألاتولي أنتونوف بأن بلاده وصلت إلى نقطة لا يمكن لها التراجع عنها واصفا محاولات الناتو لنشر صواريخ في أوكرانيا بالتهديد الأمني لروسيا في اليمن أفاد تحالف دعم الشرعية بأن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باريسيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء مشددا على أن الميليشيات تستخدم المدنيين دروعا بشرية داخل المعسكر وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات القانونية لتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشي الحوثي كما طالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظا على سلامتهم هذا ما نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف صورا تثبت استحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء من قبل الميليشي الحوثية واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية ميليشيات الحوثي استخدمت اليوم معسكر السوادية لإطلاق صاروخين باريسيين من داخل معسكر باتجاه محافظة شبوة حسب التحالف قال وزير الإعلام اليمنين عمر الإرياني أن أحد عشر صحفيا يقبعون داخل معتقلات ميليشي الحوثي وصدرت بحق أربعة منهم أوامر بالإعدام في قضايا ملفقة وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر أن الصحفيين يعيشون في ظروف سيئة ويعانون من ترد وضعهم الصحي وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتصعيد القضية والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين فورا لا تزال أثار الإنسانية لقصف ميليشي الحوثي الذي سهدف ورشة لصيانة السيارات الأسبوع الماضي لا تزال هذه الأثار مستمرة حتى اليوم قصف ميليشي الحوثي لمناطق في جنوب مأرب تسبب بمقتل ستة مدنيين منهم ثلاثة قتلى من الأطفال فبعد وفاة الطفل عبده بقي الطفل حسن يتلقى العلاج فيما لم تستطع أسرته العودة إلى مسكنها جراء استمرار القصف الحوثي أطفال ونازحون وعاملون ثلاث فئات استهدفها صاروخ باليستي حوثي أدى لمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل بالإضافة إلى إصابة آخرين وتسبب بتهجير ثلاثمائة أسرة من مخيم الرحمة جنوب مأرب وكذلك إغلاق ورش صيانة للسيارات التي تعد مصادر رزق لهم استهدفوا في أماكن عملهم منظمة حماية للتوجه المدني رصدت آثار القصف ودعت وسائل الإعلام لتوثيق ضحاياه للرأي العام الحوثيين هم مجرمين بالتأكيد ولكن العالم وخصوصا المجتمع الدولي شريكم وظالع في مثل هذه القضايا لأنه أفلت الحوثيون من العقاب أفلتهم من إدراجهم في قائمة الإرهاب الطفل حسن ما يزال في المشفى يعاني الآلام بعد أسبوع من القصف الذي فقد فيه ابن عمه عبده تشتروا من الدكان وقاطعين الخط على وسط الصاروخ وصلوا الله فيه وما ذاك الساعة سمعنا الصوت لما سمعنا الصوت البيت قريب نحن جرينا على طول وصل وبني ابن عمي قد هو عن المدد هناك وبني قد شلوه فيه الإسعاف هذه الأيام الحياة صارت صعبة مع القصف وصل من الحوثيين وذلك حياتنا مهددة نطالب الدولة نطالب المجتمع الأقليف زاوية نقذ حياتنا مهددة بالخطر والد الطفل الذي قتل خلال القصف رفض دفن ولده حتى اليوم مستنكرا استمرار القصف على مساكنهم ابني توفى الحمد لله والآن لم يزال في الثلاجة نطالب حقوق الإنسان نطالب منظمة الطفل نطالب المجتمع اليمني كامل في أن يوقفوا الضرب هذا الضرب السواريخ على المنازل وعلى الأطفال وعلى الأسر التي تكون في البيوت مشاهد التهجير لمئات الأسر النازحة تحت القصف تحكي فصولا لمأساة جديدة في البحث عن موطن آمن فيما أسر الضحايا ستغادر المشفى إلى المجهول توفي الطفل عبده وبقي الطفل حسن شاهدا على جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم من القصف المستمر على الأحياء المدنية ومخيمات النزوح والأسواق محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث مأرب بعث رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان موفدا من مكتبه إلى مكتب العربية والحدث أمس عقب اقتحامه في موازات ذلك فتحت الشرطة تحقيقا في الاعتداءات التي وقعت في مكتب العربية والحدث وعاد المتحدث باسم الشرطة السودانية بمعاقبة الجناتي في حادثة مكتب العربية واصفا ما حدث بأنه عمل فردي مشين السودان يودع عامه بتظاهرات جديدة هنا وبالقرب من القصر الجمهوري انتشر الدخال الكثيف جراء الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع غلق الجسور وقطع خدمة الانترنت والاتصال الهاتفي وانتشار مكثف للقوات الامنية ومع هذا تمكن المتظاهرون من الوصول الى محيط القصر الجمهوري مرددين شعارات رافضة للشراكة مع الجيش ومنددين بالإعلان السياسي الموقع بين البرهان وعبدالله حمدوك بالمقابل تنشط وسطات داخلية وخارجية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد يجب أن نجرد جميعا من أي أجندة خاصة وأن يحصلوا درجة عالية جدا من الجدية والمسؤولية والعقلانية بأن الناس تشوف مصلحة السودان مين؟ مصلحة السودان في أننا نصل إلى اتفاق ملزم هذا الاتفاق يعني يجب أن نشارك فيه الأطراف كلها التصعيد الثوري مستمر إذ أعلنت قوى الحرية والتغيير جدولا جديدا لثمان تظاهرات ستنظم في البلاد في يناير من العام الجديد ما أن تنتهي تظاهرة حتى تبدأ أخرى لا استقرار في البلاد فحتى الآن لم يتم تشكيل حكومة ولم يعقد اتفاق سياسي بعد بينما تبقى القوى المدنية منقسمة على نفسها فيما يصر الشارع على مطالبه قال مستشار القائد العام القوات المسلحة طاهر أبو هاجة إن استمرار المظاهرات بطريقتها الحالية ما هي إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهضار للطاقات والوقت فيما لا جدوى منه مضيفا أن هذه المظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي وأكد مستشار البرهان أن التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان وقال طاهر أبو هاجة إن هناك أياد خفية تحاول جرى البلاد نحو الفوضى وهي لا تريد انتخابات ولا ديمقراطية وإنما تريد فقط فترة انتقالية إلى ما لا نهاية مشيرا إلى أن هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يسمح لها بجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب لتفتيت السودان وتقسيمه في الشأن العراقي كشف الناطق باسم مكتب القائد العام القوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن مستشاري التحالف الدولي سيكونون في قاعدتين عين الأسد وحرير تحت حماية عسكرية مشيرا إلى أن العمل مع المستشارين سيتم بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول أكد على حاجة العراق لطيران التحالف الدولي لتنفيذ الضربات ضد أهدافه لبقايا تنظيم داعش في بعض المناطق خاصة عند الحدود مع سوريا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان أكد قبل ذلك عدم وجود أي جندي قتالي من قوات التحالف الدولي في العراق وإشار الكاظمي خلال كلمة في مجلس الوزراء إلى وصول مجموعة من المستشارين لدعم القوات العراقية في الحرب ضد داعش والإرهاب وبالفعل استحبت القوات القتالية ولم يوجد اليوم الجندي من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل وإنما وصول مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد داعش كذلك هذه السنة كانت نجازات أمنية كبيرة جيش العراق البطل الجيش المكافة الإرهاب والباشمركة والحجر الشعبي والسلطة التحادية في تحدي في الأول الإرهاب والدواعش وقتنا أكثر من شخصيات مهمة عند هذه الجماعات وسوف نستمر مطارتها في كل مكان طلب زعيم التائر الصدري مقتد الصدر بإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها للجيش العراقي بعد انتهاء مهام القوات الدولية مشدد الصدر في بيانا على ضرورة احترام الأجواء العراقية وعدم خرقها وقال إنه سيمنع أي تواجد عسكري داخل سفارة واشنطن وإشار الصدر إلى انتهاء المهام القتالية للقوات الدولية بأنه لن يكون فعليا قبل تنفيذ هذه المطالب نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل جنوب إفريقيا تعلن تجاوز الموجراء بعمل الإصابات بمتحور أوميكرون أنا بكم الجديد طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزارتي الداخلية والعدل مباشرة تحقيقات لتعقب الجهات التي تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في البلاد وحث سعيد السلطات القضائية على تطهير البلاد ممن عبثوا بمقدرات تونس على حد قوله مؤتبرا أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل وفي المدة الأخيرة تابعتم بالتأكيد بعض التصريحات المتعلقة باغتيالات سابقة أو باغتيالات يتم الأعداد لها وعلى وزارة الداخلية أن تتعقب هؤلاء وعلى وزارة العدل أيضا أن تتعقب هؤلاء في ظل القانون نحن لا نريد كسر العظام بل نريد حياة الكرام وحياة العظام شددت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفني وليامز على ضرورة توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية مؤكدة ضرورة أن لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة واتجددت وليامز التزام الأمم المتحدة بدعم السلطات الليبية لتحقيق تطلعات الشعب استبعد أعضاء في مجلس النواب الليبي في تصريحات العربية أن ترجل الانتخابات الرئاسية الليبية في الرابع والعشرين من يناير نظرا للمعوقات الكثيرة التي تشهدها المؤسسات التنفيذية والقضائية موضوع 24 ديسمبر تم تأجيله بمعرفة المفوضية والمفوضية اقترحت موعد آخر اللي هو 24 يناير ولكن للأسف ربطت هذا التاريخ ببعض الحلول أي رفع القوة القاهرة يواقع الأمر أن ما أقدمت عليه المفوضية من إجراءات ذريد التعلق مثلا بإنهاء عقود بعض الموظفين واللي علم بعض الليجان الخاصة بالعملية الانتخابية يعطي انتباع أن هي غير ماضية في عملية الانتخابية في 24 يناير هناك بعض المشاكل مشاكل كبيرة ومشاكل صغيرة هناك مخاوف أمنية هناك تقارير أمنية خطيرة جدا في استهداف بعض المراكز قبل المجموعات المتطرفة نحن بإذن الله بعد 24 نشوف الرؤية بتاع السايح كان درنا انتخابات بأفضل تحيد الموستات نحن أمنيتنا الانتخابات هي تحيد الموستات ليجد برامان واحد وحكوم واحد ودولة واحدة وهذه الأفضل الشعب الهيبي لكن على النظر يشوفه يتوى حتخلي ثلاثة مش حتخلي برامان واحد ثلاثة وحكوم ثلاثة وكلنا حكون ثلاثة لكن بعد تبنى عقاية دستورية كويسة حتى 3-4-5 شور المهم تطلع رئاسة كويسة والدولة تبنى رئيس دولة قال الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا إن هناك تقدما في مسألة رفع العقوبات وذلك بعد تعليق الجلسات لثلاثة أيام بدورها أكدت مصادر مطلعة في مفاوضات فيينا نووية وجود خلافات عميقة حول العقوبات التي تطالب إيران برفها ورجحت المصادر التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع مشددة على ضرورة الاتفاق على العقوبات والالتزامات النووية بدوره قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخايل أوليانوف قال إن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مشيرا إلى استمرار المفاوضين في كتابة مسودة الاتفاق الجدل حول مصداقية إيران وجديتها في التفاوض مع الغرب لا يزال يضغى على أجواء المفاوضات في فيينا وفق دبلوماسي فيما تتحدث إيران عن تقدم ملموس وربما التوصل إلى حل ملفها النووي العالق منذ وقت طويل نتائج المباحثات التي جرت خلال الأيام الأخيرة تشير إلى تقدم جيد في مجال إلغاء الحظر المفروض على طهران اطمئنان إيران وحديثها عن مساعة جدية في الجولة الثامنة تختلف عن الجولات السابقة يقبله ترقب وحذر من قبل الولايات المتحدة وربا لتصرفات إيران نؤكد على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي تراجعت عنه في بداية 2019 أما الخارجية الأمريكية فرأت أن التوصل إلى حلول جادة في المفاوضات يعتمد على تعاون إيران والتزاماتها النووية من المبكر القول إلى أي مدى كان هذا التقدم جوهريا أي تقدم تحقق لا يرقى إلى خطى إيران النووية المتسارعة الاتحاد الأوروبي أبدأ من جانبه موقفه من سير المفاوضات وإمكانية حسمها في الجولة الثامنة وليس في وقت آخر وجود إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة لهذه المفاوضات سنعمل بجدية كبيرة خلال الأيام والأسابيع المقبلة ومع عودة المفاوضات إلى فيينا الاثنين المقبل تؤكد الدول الأوروبية والولايات المتحدة على الطابع الملح لإيجاد حل من خلال المفاوضات في ظل زيادة إيران من وطيرة أنشطتها النووية خاصة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في غضون ذلك نشرت جريدة جاروسيلين بوست الإسرائيلية مقالا أشرت فيه إلى أن الإعلام الإيراني يلاحق وسائل الإعلام الإسرائيلية ليبني عليها حملات دعائية لطالما اعتمدت إيران على وسائل الإعلام الإسرائيلية التي لها علاقة وثيقة بالأجهزة الأمنية والسياسية كأساس لتقص الحقائق التي تقوم بنشرها وبناء مختلف التقارير المتعلقة بتجاربها وأنشطتها معتمدة على التغطيات الإسرائيلية لها فمع نهاية العام 2021 جريدة جيروسيلين بوست الإسرائيلية نشرت مقالا كشفت فيه أن الإعلام الإيراني أثبت في عدد من المناسبات متبعته الدائمة لوسائل الإعلام الإسرائيلية المرئية وحتى المكتوبة حيث قامت اثنان من أكبر أذرع الإعلام الإيراني وهما وكالة فارس وتسنيم بنشر تقارير ومواد إخبارية مقتبسة من الإعلام الإسرائيلي وذلك من أجل تعظيم أنشطة إيران في المنطقة وتحقيق أهداف موجهة على سبيل المثال اختبرت إيران مؤخرا صواريخ وطائرات مسيرة في مناورات عسكرية وانتظرت التغطية الإسرائيلية التي هولت من الأمر لتعلن طهران بعدها نجاح التجربة وأنها تعد تهديدا لإسرائيل لو هجمتها وفي مثال آخر تحدثت وكالة أنباء فارس عن ترسانة إيران الصاروخية بعيدة المدى وانتظرت إسرائيل التي نقل عن مسؤولين عسكريين فيها اعترافهم بقوة إيران العسكرية وتجنب شن هجمات كبيرة ضد حزب الله في لبنان أو ضد حماس في قطاع غزة لتعود وكالة أنباء فارس وتنقل تصريحات أخرى تشير فيها إلى أن هذه الترسانة الصاروخية تستطيع أن تصيب بسهولة أي هدف في إسرائيل التقرير اختتم أن إيران تقوم بذلك في محاولة للمبالغة بقدراتها العسكرية مستغلة الهاجس الإسرائيلي بخصوص أنشطتها في المنطقة أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا تجاوز ذروة الإصابات بمتحور فيروس كورونا أوميكرون دون ارتفاع كبير في أعداد الوفاة وقالت السلطات في جنوب أفريقيا أن أوميكرون وصل إلى الذروة خلال أربعة أسابيع ثم شهد معدل الإصابات انخفاضا حادا بعد أسبوعين جنوب أفريقيا أكدت أيضا أن البيانات المحصلة في الأسبوع الماضية تعطي تفاؤلا حذرا من أن أوميكرون لن يشكل خطرا كبيرا أظهرت إحصائيات لرويترز تسجيل معدل قياسي يومي بإصابات كورونا في العالم بأكثر من مليون حالة وسجلت فرنسا أكثر من 206 ألاف إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي وفي بريطانيا رصدت السلطات الصحية إصابات يومية قياسية تجاوزت 189 ألف إصابة فيما بلغت الوفيات 332 حالة أمكل أسابات تقربة إلى الاقتصاد المدينة وفي النوم هو دونخ في مدينة المدينة وفي النوم هو يؤثر من خطرا كبيرا وتجتمكنوا من نفسه بنافرهم في التجاريز على المنمبر ظلوا في السريق نفسه لذلك يسمون بتجير أيضاً على المنمبر أو تجاربون العقب في تجاريز على نفسه في النوم السن ، لذلك السعودة بالكمل وممخططنا البث من البتحاتي ومن خدد من التجاريزات لأننا تجاريخ بالعودة وعلى في الأخوار سنعلمون مليئكيون الآن عنه يسرعون بإضافة عزيزان يُعرفون كثيرا من محاولة من الإنماء فهما أحبان الذين يتواجدون ميليئون يجعلون الإنماء عزيزان وفاديهم يستخدم، أيضًا يجعلون من أبداً كذلك كثيراً وليس لدينا أيضًا وفقاياً نحن نفتح بيزني ونعمل الذي تحدي فضعت أن يريد وضحك أن نقوم بيشارك في اخرى ما كانjer لزرور 450 في الاجتماع الانتقام لا يوجد أيضاً لأن المسيح من الزورة يريدون أن يتوقع شبه فأعتقد أنه سيجاد أخرج لأسفل معي لا أهلاً لا أشبه لست ولكن هذا الطبيان ولكنني أنا في مستكرة من مرورة في الاجتماعات أنا أتبعي مع أجل، هذا ما أفعله لأيييه كل يوم من أجل، فلوما أجل وإن أجل وإن أجل وإن أجل، هذا يوم من أجل، لأجل، لأيييه لأييه، لذلك لا أتبعي عن هذه الأشياء إنه بأخير، هناك الكثير من الناس الذين يمتحون بشيء، وأنه ليس لأخير في التصال بينهما بايدن يلوح برد حاسم على أي غزو روسي لأوكرانيا وبوتين يحذر من فرض العقوبات التحالف ينشر أدلة تثبت استخدام الحوثيين مركزا جمهوركيا بسوادية في البيضاء لإطلاق صواريخ باريسية والشرطة السودانية تفتح تحقيقا في الاعتداء على مكتب العربية والبرهان يرسل موفدا لتفقد المكتب إلى اللقاء اشتركوا في القناة